حكم لبس الإحرام الذي يخيط على الجسد ويربط بمطاطة حتى يثبت على الجسم ما حكمه؟ الذي يخيط والذي يكون على هيئة الإزار هذا أفتبه فضيلة الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله وينقل عنه طلابه أنه بقي على هذه الفتوى إلى أن توفاه الله وهذا اجتهاد منه ولا شك أنه من المجتهدين المعتبرين لكن الذي يترجح لدينا والله أعلم ما ذهب إليه جماهير العلماء من أن المخيط لا يصح وهذا يعتبر مخيطا ولو أنه ليس مخيط من جميع الوجوه ومن ثم فلا يظهر أنه يحرم به لكن هناك ما يعبر عنه بما تركب فيه الربقة أو ما يحيط بالخصر من الأشياء المطاطية والتي تخاط لكن من أعلى إلى تحت هذا مفتوح بمعنى أن يلف الإحرام ثم تركب عليه هذه التي أشبه بما تكون فيما يعبر عنه بالسروال فهذه لعلها أيصر وهي تحقق الغرض فتحفظ هذا الإزار عن أن ينحسر ومن ثم فهو يحقق الغرض المراد ويرجى أن لا تكون فيه مخالفة ترجمة نانسي قنقر